اهلا بكم الى مجزي اخبار الان افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بخروج الدفعة السادسة من مهاجري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص باتجاه مدينة جرابلوس بريف حلب الشمالي ضمن اتفاق لجنة الحي مع وفد روسيا في وقت سابق يقضي باخلاء المدينة من سكانها والمسلحين وذكر المرصد ان الدفعة السادسة تشمل خروج نحو الفي شخص من بينهم خمسمائة مسلح اضافة الى العائلات ومن المتوقع وصولهم صباح ثلاثاء اعلن الاعلام الحربي في العراق مقتلى خمسة وثلاثين ارهابيا وتدمير مخزن اسلحة بعمليات عسكرية غرب محافظة الانبار وقالت خلية الاعلام الحربي ان القوات العراقية قتلت اربعة عشر ارهابيا خلال عمليات تفتيش في المناطق الصحراوية لغرب الانبار لفتة الى انه تم ايضا تدمير مظافتين وقتل واحد وعشرين ارهابيا في قضائر وبضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي قصف الانقلابيون مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمال اليمن بصاروخ باليستي وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة انه تم الغاء اجتماع مع قيادات عسكرية عقب ورود معلومة تفيد باعتزام الانقلابيين اطلاق صاروخ باليستي لاستهداف الاجتماع وخرج الجميع بعد وقت وصول الصاروخ الذي راح ضحيته مدنيين كانوا بالقرب من مكان سقوطه قالها مسئول عسكري ان مركبة عسكرية صدمت بقنبلة مزروعة على طريق في منطقة بلاد بمط في الصومال ما اسفر عن مقتل ستة جنود على الاقل واصابة ثمانية اخرين واعلنت جماعة الشباب التي تربطها صلاة بتنظيم القاعدة المسئولية عن الهجوم الذي وقع على مشارف مدينة بوصاصو الساحلية وصل وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس الى جيبوتي لزيارة قاعدة عسكرية مهمة عند المدخل الجنوبي للبحر الاحمر تنطلق منها العمليات في اليمن والصومال وتأتي زيارة ماتس ضمن جولة تستمر اسبوعا في الشرق الاوسط وافريقيا اعلنت الشرطة الفرنسية عن اصابة ستة من افرادها وثلاثة محتجين في مظاهرات بباريس اعتراضا على فوز مرشح الوسط ايمانويل ماكرون واليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية واضفت الشرطة انها احتجزت 29 شخصا رهن التحقيق وان 143 شخصا تم توقيفهم خلال اعمال الشغب التي اندلعت بساحة البستيل بباريس نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة